حسنًا الزبال الفاتحنا قبل لما نخلص المحضركاتنا جبنا الفكرة بتاعت Data Encapsulation اونا Data Encapsulation دي فكرة كويسة عشان أمنع البروغرام تعتمد على أو تعتمد على الإنترنال بتاع الـ Data Structures الموجودين في الكلاس ليه دي فكرة كويسة عشان لو أعتمد عليها لما أعمل الـ Upgrade للـ Classes اللي فيها الـ Data Structures دي وغير الـ Data Structures الـ Classes اللي بتعتمد على الحاجة اللي كانت فيها بتوقف، بتبطل شغل They break. The programs no longer work. فا what we want to do is we want to do Data Encapsulation Data Encapsulation يعني بيخد الـ Variables تاتي وحطها في كابسولة ينحطها في كابسولة يعني يحطها في كابسولة يعني أخفيها من بقية البرامج الموجودة ما تتشافش إلا فقط داخل الـ Classes اللي اتعرفت فيه ليه؟ عشان أخصر استخدام المباشر بالـ Variables ده داخل الـ Classes لأنهم لا يحتاج إلى تغيير طيب عشان أدر أعمل حاجة زي كده بعد المعمل لها Incapsulation أنا لسه محتاجة أكسس الـ Variables لسه محتاجة أكتب فيها قيم وهو أرى منها قيم عشان أعرفت عمل معها غير كده مالهاش لازمة طيب حاجة هي internal hidden وحدش بيقدر يعمل بيها حاجة أنا محتاجة أعمل أي ستة تسمح لي أقدر أخذ ودي مع الـ Variables طبعا فيه Advanced Functions زي ما احنا شفنا لسيبعه اللي فاتل ما كنا بنكلم مع بعض ونحنا ممكن نكتب فيه تبحث على طالب في تري تبحث على طالب في تري تتخذ طالب في تري بس الـ 2 basic functions لأي variable هو انانا أقرض قيمة بتاعتها يعني اريد الـ Variable اريد القيمة بتاعتها وأكتب فيها اريد فيها these are the two basic operations الموجودين probably on any function or any variable you have, I apologize I need to define a function a public function to read the variable and you need to define a public function to write to the variable زي ما ا linkingه في Object-oriented programming نقول كلمة progress نحن نقول كلمة method سنقول لك ان انا استخدم كلمة function عشان نحن عارفين يعني ايه function فهو ده الكل شوي اقول method 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 هقول function طيب احنا محتاجين نكتب functions الفنقشن دول يسمحوا لي ان انا اريل write من البرب C-Sharp بتديني construct حلو ابيع الفكرة برضو جابة بيعمل كده بشكل مختلف شوي بس في C-Sharp يديني construct كده بشكل مختلف شوي اكتب الset او الfunctions اللي بتقرؤ وتكتب من الvariables بطريقة سهلة طريقة كده حلوة مختصرة تخليك تده تكتب الكود ده بسهولة بنسمي الحاتة دي الaccessors احنا النهاردة هنتكلم على الaccessors بصيتها لأول جملة انكتبتها انكتبتها نكلم على الaccessors والconstructors وهي الحاجات الاساسية الحاجات مور ادفانست طبعا زي الpolymorphism وزي الinheritance بس الbasic core tools او الحاجة الاساسية البدخلين عرف اشغل الاوروبي are accessors and constructors نكلم على اثنين دول دلوقتي هنبدأ بالفكرة بتاعة الaccessors تاني يعني accessors accessors are a set of publicly visible functions or methods which allow me to read and write to a variable نحن شوف ان الaccessors عشان هي حاجة special يعني هي حاجة special use بتتعرف بشكل مختلف شوي عن بقيت الفنش يعني مش الtypical method اللي احنا عارفينه بتاع 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 function لها return type واسم وبتنديها من المين program دي حاجة اتبقى مور basic اتبقى implicitly called يعني implicitly called يعني مش هقول اسمها بالظبط and just implicitly هتنده لما اتعمل مع الvariable الانعيز اوكي نبدأ بلا الامحنا خدنا لزبطة a circle باس نحن نprep bekannt ourselves ف خطوة غير كدا okay There are actually two ways to define accessors in C-Sharp okay طريقة الأولى shortcut method او خليها نكتب لأول long form method هي الطريق الكاملة long form تحت شعبه long method وفي الشortcut method طبعاً الشortcut method من اسمها بت أسر عليه writing code بس بتشيل مني شوية features and in long form there is a longer way of writing the accessor but it is fully featured يعني فني feature mainly this means mainly this means I can perform operations on values being written and read before storing it in our storing them but the values in the backing variables okay فقبل لما استور variable ممكن نعمل عليها operations طبعاً توقيت اللي ايه التخريف لك اللي انت بتقولو دا انا اقول لك ايه التخريف اللي انا اقولو دا ابترك for example انت ال operations تعتقل في المغرفة circle you need to work for some weird reason انا بديدو اتي example artificial بسهد the example more practical let's assume for some weird reason operations اللي انا بتعمل مها مع circles هي عايزة ال dimensions كلها بال millimetres مش بال centimeters حتى بال millimetres which means لوان هايز اكتب خمسة سنتيمتر ان هكتب خمسة تلافة ايه هكتب رقم كبير بس انا عايز ال user يدار يكتب سنتيمتر عادي اذا انا اسمع لما for example قلت له please enter the radius of circle كتب خمسة سنتيمتر انا عايز ابلا ما اخزنها في ال backing variable اخزنها في ال variable اسمه radius يعني عايز اعمل عملية احاولها من سنتيمتر لمليمتر دا ممكن اعمله في ال accessor ال accessor نفسه ممكن نعمل عملية الconversion دي بس دا في ال long form فقط يعني منوصل للشortcut مش هنقدر اعمل اي عمل ايا اخذها زي ما يحطها لكن في ال long form انا ممكن اعمل عليها operation for example conversion converting from one unit to second another example البيلا واليوزر متعود يدخل الدرجة الحراء in fahrenheit ون ايسا in celsius so i can do this بردو automatically قول accessor ونبقر القيمة another very important operation that i can do on a variable when a قيمة وانا بأراها هي a for example يعني اي في رأيكم حاجة مهمة ممكن اعملها لم يجرد دخل القيمة محتاج اتشك على اي نضعها ال units وكده اي حاجة محكم اتشك عليه قبل محطها في ال variable حاجة غلط ممكن سيدخل رقم float رقم float أو رقم رقم negative أو whatever لنستطيع أيضا يمكنك أيضا يمكنك أيضا يمكنك أيضا تقوم بقية رقم 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 تست أنت ممكن ممكن دخل رقم نجدتل sorry please enter a positive number أو قلت له مثلا enter your age وكتب مليون مثلا الage is between مثلا 1 year and 90 مثلا 1 year and 100 150 أو whatever بالإضافة أنه يسمح لي Access private variables ويسمح لي أعمل شوية operations على القيم قبل لما أضعها في البرم إما أغير units セミع أعمل شوية error checking دافل Long Form Method Shortcut method تطعطي is is much easier and faster to write but cannot perform any operations on the inputted or outputted values في الشortcut method so it's easier and faster to write تتبهى في سانية يا لات تلات سطور في أسال في الكتابة هاتشين منك الامكانيات تعمل أي operation including error checking and unit conversion تبع تعمل في الProgram يمكنك تخطر تعمل اللong form أو الشortcut method typically في الامتحان لو أنت you're stuck for time just go ahead and do the shortcut method إلا لو أنا في الامتحان I specifically asked for error checking في الحالة دي to be a good idea نحن نعمل اللong form method عشان تقدر تشيك الـ variables بتاعتها وقيم بتاعتها صح؟ بي حاجة نسيت أقول لها في أول محضرة أنا متحن أنت كلها computer-based مفيش حاجة عالورق 7-12 الـ final كله computer programs حتى لم كنا في الكلية على الفكر حتى لم كنا مفيش remote learning كنت أنا بمتحن 7-12 الـ final تعطي في computer lab وقيم بتاعتها واحدة من الـ consequences أنا أريد أن تتعلم كيف تطيب بصرع عشان ما تجيش في الامتحان ما سنتقول لانا كنت تعرف الحل واسم ما عرف شاكتب أنا متعود أكتب وراء وألم فأنا أريد أن تبدأ بكتب وراء وألم بس لما نعمل إنتحن إيه خبار الـ typing speed عشان أقلل أو أزود عدد الأسئلة باستخدام الـ average typing speed بتاع الفصل أنا عالفكرة بغير الـ duration تعتذي كل سمستر على حسب الـ typing speed بتاع الفصل ده مش معنها بأقلل من الـ level بتاعه لا أنا ممكن أدي لك كود يكتب بسطورة أقل بس صعب يعني هنأجست الحاجة بس هنأجست الـ length بتاع الـ exam بتاعي باستخدام الـ typing skills دي حاجة نعملها مع بعضت طيب نرجع تاني للـ code نحن كده فهمنا الفكرة بتاع shortcut methods and long-form method of writing accessors أهلا أهلا دكتور أريد أن أسأل حاجة هو الـ 7 أو الـ 12 physical أم لا الجزء منه هيبه physical الجزء منه هيبه online في 7ه هيبه 15 درجة physical و 15 درجة probably online في المحاضر عشان غير مجيبك مرتين physical نفس الحكاية بنسبة للـ 12 هيبه في 10 درجة physical في الـ section و 10 درجة online أنا أجي معكم في الساكيشن هبه بقى في الـ كلية بس بيبع عندي حاجات كتيرة وتمعتموا تبع عارفين است القسمي تبقى مغرفة شوية بس ان شاء الله أنا في الامتحانات بتاعكم هبقى معكم في المحاضر حتى لو حد عنده أي سؤال يسأله فهيتتقسم حاجتين بالنسبة للـ final المخطط لغاية دلوقتي ان هي هتبقى physical بس الله وعلم احنا عارف وانتو عارفين كويس اوي كلنا عارفين كويس اوي احنا دخلين في الموجة الثالثة قريب ان شاء الله فأشارعين عليكم فممكن على الـ final من lockdown تاني الحالة دي تبقى online حسنا 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 على الفكرة تبقى كده كل موادك يا محمد ان شاء الله كل موادك انت عندك على الاقل slot 1 احنا ضبطناها الترمدة على الاقل slot 1 اذا ما كانش 2 slots physical فكده كده هيبقى component من الامتحانات بتاعتنا في الكلية وفي component تاني تاعتنا online الا لو الحكومة التي لنا كلكم روحوا وعودوا في البيت في الحالة دي هنوعد في البيت تبقى كله online تمام في السابع صح في الاسبوع السابع في الاسبوع السابع واسبوع الاثماشر وكل حيجول تمام بحضر طيب هيا بينا نكمل تاني نبص مع بعض على الكود انا هنا كنت كتبت typical small example لي الـ البروغرام تاعة circle احنا متعودين اليه ده لو انتوا بصيتوا هنا لما جيتها احنا متعودين اليه ده احنا متعودين اليه ده كنت بتبقى كلمة public وكلمة public يعني كل الناس شايفها دلوقتي مش عايز الناس تشوفها الـ correct visibility عشان لو انت مش عايز اي خد يشوفها غير كلاس هي private خاوله ب Sangي عشان لو انتا بي اعلم ده Ohhh wait you don't actually need to write private and you don't need to actually try private الأمنة تفكيرينا لو إلتال زبال فات بالحيء علي إلتال زبال فات ان النفول ما هو إلتال زبال فات يلي التفاوت ما اتيتش عاية قياياب تفاولیفا موسيقى من نفول إزالله إزبالت وموسيقى في قمة الغائقة بلاد الشيء إزالله فأنا لا يجب أن تقوم بكتابة كل مرة في الوضع وبعدين هنا كتبنا بقى الـ functions العدية بتاعتي بس تعالنا نشوف دلوقتي لو جيت في الـ main program حاولت عمل circle او حتفل في الـ main program تاين circle A سوي new circle او انا created a new circle دلوقتي الـ constructor فأتماكن ندي سمع constructor okay circle if you want to see here in the main program او الضيو الدوقت radius سوي سا بس يتعلالي اي؟ عمر كله سايف الـ error represents the double ук radius is inaccessible radius is inaccessible due to its protection level الProtection level بتاخه is private what does private mean private means it cannot be accessed outside the class يبقى ان كده فقط الامكانية ان انا ارى radius من ال user وحطه جوه ال class الاسمه ايه ده او ال object الاسمه ايه ليه عشان ال radius is no longer accessible خارج ال class طيب ازاي بقى احل المشكلة دي لازم عشان احل المشكلة دي بكتب accessor وزاي ما قلتلك ال accessors ال basic accessors احنا ناخدها are essentially just to read and write the variable نحو اقرب variable ودخلها جوه او قيمة وحطها جوه ال variable اسمه radius او اخد قيمة جوه radius وعرضها واستخدمها بحاجة تانية uh it can be more complex and how to take the functions مثل نتعمل search or insert زي ما احنا اتكلمنا اسبول فاته على ال example تعال link list will tree بس مش هنبدأ بالكلام ده دلوقتي في المحضر نبدأ بال basic reading and writing accessors وبعد كده as the course progresses ممكن نعمل حاجات مور advanced انا فيا حاجة على فكرة انا sometimes لما بدخل في المادة بتكلم بسرعة وبافطرد ان انتو فاهمين انا بقول ايه فبليس لو انتو مش فاهمين لفي حاجة مش فاهمينها واقفوني قولي لي اعدها تاني I have nothing to do انا في البيت بشربك بيت شاي فلو في حاجة قولي لي اعدي تاني اوكي هعدها لكم مايش هنكتب ال accessors ال typical syntax تحت ال accessor وبيحط ال two functions او two methods بتاعت الاراية والكتابة بيحطهم في one construct او one programmable entity ال entity بيدي بنسميها ال accessor وبنحط فيها المثد بتاعت الاراية والكتابة الترمنولوجي بتاعت الكتابة ان اكتب في variable يعني في c-sharp اسمه set you're setting the variable والترمنولوجي بتاعت اراية من ال variable عشان تعرضه وتستخدمه في calculation او whatever بنسميها get فانت لما تيجي بتعرض ال variable and I'm getting the variable لما تيجي بتكتب في ال variable I am setting the variable so essentially you're going to define two methods one for setting one for setting بنسميها set one for getting بنسميها get و زي ما قلتلك الاثنين بتحطو programmable construct واحدة بتحطو في unit واحدة انها function واحدة و ال function دي او entity دي اللي هي ال accessory يعني بتاخد اسم واحد ال type بتاحه ال return type بتاحه بتبقى نفس ال type بتاع ال data structure اللي انت عايز تتعامل معا في الحالة دي تبقى double برضو كذا بتديها الاسم اللي انت عايزو typically ال convention التقليد نفس اسم ال variable الاساسي اللي انا عايز اتعمل معه بس اول حرف capital مش لازم على فكه ده ما بيربوتش انا ممكن نسميها بطيخ سميها x y z كوكوواوا بس التقليد ال convention في برمجة c-sharp انه دايما بكتب ال accessory بتاعي نفس اسم ال variable بس اول حرف capital اهو radius احدش يفتكر ان كده انا ربطتو بال radius انا كده ما ربطتوش بحاجة كتابة كل انا قطيت اسم بس اول حرف ان كده ما ربطت مع radius خلص طب هربطو هنا هربطو هنا ازاي هربطو حالا هكتب set set جوه كل واحدة منهم بكتب ال function تاعتها ال set هو ال function انت بتعمله لما بتستل قيمة ال radius و get لما بترجع قيمة ال radius بتعمل فيها ايه ماشي؟ طيب هستأذنك في رأيك هل ال set انت بتاخد قيمة من user وتخطها جوه radius هل دي محتاجة input parameter ولو محتاجة input parameter ايه هو؟ ايه محتاجة parameter ايه محتاجة parameter ايه محتاجة ايه هو ال parameter محتاجة يا محمد؟ ال radius ال radius و typically في ال functions لما كنت بتعمل كده كنت بتحط بين brackets هدية اسم parameter لكن انشان هو parameter واحد دايما هي بقى parameter واحد هي القيمة اللي انت عايز تدخل او كانت ال radius او كانت ال width او كانت ال width او كانت او كانت قيمة واحدة فهو C-Sharp already بيعرفو implicitly بدون من تتعرفو بيديلو اسم جاهز الاسم الجاهز بقى ال parameter دا اسمه value تبلك ال comment هنا the input the input parameter of this method is value okay automatic بدون من تتعرف حقه و بيعرف الوحد implicitly an input parameter اسمه value بتاخد الطائف المناسب automatic جزء من ال intelligence تاة C-Sharp او انت بتكتب في double value دي تبع double أو integer تبع integer لو string تبع string and so on so it's it's implicitly defined to match the type all you need to do is say radius لو ال variable انت تتغيره بتسوي value طبعا في المرحلة دي انت ممكن تعمل اي error checking انت عايزه انت عايزه اذا كانت تقيمه صحة ولا غلط طب لو عايز تعمل ال error checking هتعمله على اي واحدة من ال two values دي ال radius و ال value على ال value او ال value او ال value او ال value تعمل على ال value قبل لما تحطه في radius بتيجينا لو انت عايزت تشكت او انت عايزت تشكت انها مش negative مثلا او ممكن نجي نعمل هنا تقول if مثلا if value اكبر من او يساوي zero خلي radius يساوي value مثلا else ما اي حاجة else تخذ رقم negative انا دوات مش تطلع له error message انا هريح نفسي وهخليها zero بس انت ممكن تطلع له error message و انت كتبت حاجة غلط or else okay radius 0 0 okay و انت تطلعها من ال function من ال method ايه الحاجة البتخرج ايه الحاجة البتخرج حاجة من ال function و انت تطلع بالضبط و انت تطلع و انت تطلع كده عملتك ال accessor pack و انت تطلع ال parameters بتاعتي هستخدمها ازاي يعني ازاي جوة المين اقول له اذا كنت انا بعمل get ولا set هل هكتبها implicitly يعني هكتب اسمها لا لا اه انا بعمل هل هكتبها explicit هكتب با ادية هاتل set لا انا هقول له اضع في radius 5 وهو automatic هيكتشف انه بيضع فيها ايدي ادي احده set او get اضع فيها ايدي set او get set 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 automatic ايدي ايدي ولو كان بيقرأ منها هينادي ال get تعال نشوف غريب دلوقات ازاي بنعملها اهو a. او في سابي color راح اتمنى okay a. radius so essentially you need to do the capital radius initial small radius سابي تساب كده هتندي set ولا get set سابيك انا غلط او طبعا انا اقول لك البردو it is inaccessible لشن انا معرفتها شي public public okay هذه ميزة الواحد بعمل بحضرة على a compiler نكتب على البورد لو عملنا غلطة كده كده لكن الميزة عشا كده حتى بعد لما نرجع تاني انا i think i will يعني حتدي اكمل شرحة زي كده حتى لما نبقى فزي اكتشفنا الغلطة مع بعض this has to be public هي نسوة مش غلط i need to make it public i need to make it public اشعر في اكساسور اه قلت a.radius الى 9 دب لما تعمل حاجة زي كده في رأيك get set set . . و ال 9 تتخزم في إيه قبل تدخل ردئس . . . . . . . فنبيت فقط . أول عمل أو التواسط هنا خط التسعة في الـ value الاول بعدما خط التسعة في الـ value هي ندي ست ست نطب الـ if statement فتة ست ست نطب الـ So و بعدها ننديه الـ function هذا هو كيف يعمل المناسب فلك الساعر نرى كيف لو انا عايز اعمل ما تحاج فقط يمكن نفعل كم دابل ها ها أي حاجة تساوي 8.radius plus 8 نصلا يبقى مين هيت نادى هنا get or set الاثنين ما بابت طب فكر شوية هو radius أنا بعمل فيه ايه هنا هو radius بزود على 8 طب هو هزود 8 على القيمة تاعة radius بس الradius نفسه الverbal اسمه radius انت تعمل فيه ايه إن شاءنا كده هعمل get جاءت عشان الverbal تاعة radius انت بتقرأ منه فعلا انا بكتب بعد كده بس لما بكتب بعد كده انا بكتب فين بكتب فين في العليم اللي هو الهاها الverbal اسمه هاها وده مش جوه الcircle ده مش محتاج اكساسر ده مش هنديله set يعني ان هكتبه على طول مباشرة في الهاها العملية اللي هتتم على الشيء اللي جوه الradius الجوه الcircle يعني هي فقط دي دي بس اللي هتتم علي والعملية اللي هتتم هنا هو اراية com2 انا مش هكتب فيه لو كنت عايز اكتب فيه كنت اعمل كده بص 8.radius 8.radius تساوي 8.radius plus 8 هنا هنا هندي ايه ايه اللي هتنادى جات الاول جات الاول في المنطقة دي في الجزء ده عشان اقرأ قيمة وبعدين هندي هنا الset عشان اكتب القيمة فا احنا بنحدد ايه القيمة اللي هتنده ساعتها لجات يعني انت بتشوف القيمة القوة 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 الcircle ايه اللي هتحصل فيه مش variable تاني انا فكره مش لازم تتب ايه تعمل حزبة انت ممكن تكتب كده تحصل ,console .WriteLine The radius The radius is plus 8.radius كأنه تلائع برافو عليكم الله سكراري انتو فهمتو الله با اسبع عشان با اسبع الرئيس 奥 الهيهصال تي الوغد الموجود عندكال الكمبيوتر أو C-Sharp يتحدد إذا كنا نعمل جت ولا ست نعمل لفنكشن الملسك دكتور ممكن سؤال الفضل لباشه أولا مثلا أنا عندي variable خلتتي private وأنا حطت لي وفنكشن ست يبقى إيه لزميت أننا نخليه private that is a good that is a very good point because again as we agreed before I don't want the user to depend على الاسم الاساسي مش عايز الوسير to depend على ال declaration الاساسي إنت عارف إنت ممكن تي كتام هنا دلوقتي تعرف the long okay مثلا نعم تقول له dark okay مش عارف عملها كويس بسينا I want to typecast it بلعش آه ممكن دي تبقى int آه أو خليها دي أيوة خلي دي long مثلا for example بردو 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 بساني واحد حتى الله خالك يعني آه أهو 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 أنا أعمل حاجة دلوقتي يعني weird شوية بسيني don't parse okay so حاجة دي دي not the best way to do it جماعة أنا بس بوريك لعشان فهمك الدنيا يعني انت ممكن انت ممكن تعرف الحاجة دي integer و تدخل حاجة تانية هنا ممكن تبقى مثلا long وتعمل لها parsing to int أو ممكن دي تبقى long خليها بقى lax خلي دي ممكن دي تبقى long تقيت تعرف دي long long okay و تيجي هنا دي كان هنا مثلا value اللي هيبقى موجود عنك هيبقى integer و انت تحوله long مثلا فاواتي أريد أن تخبرك is you can you can you can you have flexibility انت ممكن تعرف دا أهو باشدك كمانا عرفت هنا double يعني كده خدت double القيمة double اللي داخله و حاولتها long for example but once you change this لو انت في البرنامج بتاعتمد على القيمة اللي هنا البرنامج بتاعتمد على القيمة اللي هنا البرنامج بتاعتمد على القيمة اللي هنا هيبطل شغل صح؟ البرنامج بتاعتمد على القيمة اللي هنا لكن اللي انت لو غيرت هنا وبعد كده جيد جوا الفونكشن دا هندلت التغيير دا such that انا اللي كان بيددولك قبل كده يفضل يددولك تاني زي ما هو و انت تهندله هنا بشكل ما هتشتغل تاهمي؟ اي اوكي فهي دي الفكرة بتاعت الالكساسور فكرة الالكساسور طب انت تعالي نرجع كل الحاجة زي ما كانت فكرة الالكساسور ان انا ما خليهاش تعتمد على الالدكلراشن الاصليه such that لما باغير في الدكلراشن الاصليه الكود does not break الهي الحاجة دي شيف اهو 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 طبعا انت ممكن تقولي يا عم انت بتتكلم عال حاجة تفهى دابل و لونج اتتكلم حاجة تفهى نعم فس الفكرة دي الايديا دي اشمل من كده الفكرة دي اشمل من كده بكتير الفكرة دي وزي ما تقولك ممكن تشتال بدال queue هتحط red black tree بدال stack هتحط linked list يعني it is more advanced than just the basic data types انا ندل basic data types شن دال البداية بس انا وليك as the course progresses this is much much more general يعني ممكن تشتال مع اي حاجة مهم لانا بقوله ولا ولا تبطلوكم الدنيا لا حضرتك وبردو هي مش بس هي مش بس type على الفكرة وممكن حتى ال name انت ممكن ان تشتال مع اي حاجة دي سميت دا radius ومحتاج variable ثاني اسمه ممكن تسمي دا xyz كل اللي هتعمله هتتسمي دي xyz 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 و xyz بس ال user xyz طبعا انا احتاج ان تشتال بقيت ال class كله بس انا يعني ايش مش هتخل ذاتي خير كل ال class كله بس ال user لسه شايف ال variable دا بيوصله من variable اسمه ايه ها ال class اللي هو اسم ريجيز دا لا دا ال اسم ريجز بس دا مش class دا accessor صحب او بيوصله من accessor دا هو ثابت انت غير زا ما انت عايز هنا بس هو هيوصله بدا دا ال agreement بينك وبينك بس هي دي الفكرة بتاعت ال accessor و مش بس الفكرة دا تعت ال accessor في اللونج فورم اللونج فورم برضو بيسمح لك تعمل error checking بيسمح لك تعمل conversion if you want it حسنا حسنا فدلوقتي انا عشان مكتبشك راس من اول و بديد انا ها عارب variable تاني هنا احسنا 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 ها عارب variable تاني اسمه color بلاش color color string خليها thickness دايبا thickness تعلان لو انا هرسمه حسنا حسنا تعال نشوف مع بعض thickness تعلان لو انا هرسمه معلشي كما ندور بردة عادي برجو محدش يلا اوكي the thickness تعلان تعال نعمله بال short cut method في long form message لو انت شوفت انا عرفت حكتين عرفت ال variable الاول private وبعدين عرفت ال accessor بتاع public وربطتهم مع بعضين الحكتة اللي بتربط دا مع دا مين يقولي ايه اللي بيقول انه دا دا شغال مع اللي فوق دا جزء اللي هو هو radius equal value الزبط هو الجزء ال radius equal value مثل ما تقول لك ال convention ساميه radius بس مش معناه انه دا مربوط بدا دا اللي بيربطه شايف حتى دي لدي اسم radius دا رابطه شاكرا لما حطيت هنا xyz غيرت هنا xyz الاسم لسه radius برهن اوكي طيب تعالوا نشوفوا مع بعض short cut method في short cut method we do not identify or we do not define a variable احنا بنخش على ال accessor على طول يعني بنعرف ال accessor على طول طب لما تعرف ال accessor على طول الكمبيوتر هي عملين هيكريات automatic variable في الخلفية من نوع المناسب باسم انت متعرفوش والفزيبيلتي بتاعتك تبقى private وهيربطها مع ال accessor بدعك ايه التخريف اللي انا عمال اقوله دا بص public length public double thickness بص د get set خلصت انت كده كتبت short cut method طب اسم ال variable هنا ايه حد كويس من كنتين قلتهم هنا يقدر يقول لي اسم ال variable ايه ايه تا ال accessor دا ها اوه 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 اسم ال variable هل ذلك variable؟ إنه صدق ذلك variable ولا غير? ذه أكسسور ذه أكسسور ووش كان public وفي جاتسات طب اسمي الـ variable هاي بقية؟ هل انت هتعرف كيوزر كبروغرامر إيه اسمي الـ variable؟ لا لا اتجامي في القلفية هيكريتة variable تانية هي خليه private وهي خليه double وهيربطه مع thickness أنا مش هعرفه ومش هشوفه ومش هجيب سرده أهوكي؟ أنا مباشرة هتعامل مع مين؟ مع الـ Accessor وهو بيكريت الـ Variable في الـ Background حلوة والـ Trick جميلة بس طبعاً ما تقدرش تعمل أي تشك هالي ما تقدرش تعمل If Statement و ما تقدرش تعمل Conversion هي Get Set بس كده في الـ Main Program تستخدمها ازاي؟ أكتب A.Thickness مثلاً 2.3 مثلاً The Line Thickness كده هي نادي الـ Accessor ويحطها طبعاً هي نادي هنا الجات والـ Set Set ويحطها في الـ Variable اللي أنا معرفوش أنا معرفش اسم هو Automatic Compiler في الخلبية عرفه Private بس أنا مش عارف ومش عرف و I don't need to know it وأتعرفه و خلاص مفهوم يا شباب دي؟ Very good Very good فـ These are.. This is the way to write Accessors في أي حد عنده أي سؤال في الـ Accessors قبل ما نوحل الـ Constructors Very good Very good Again بس أشن clarify لن ندتولك هنا are basic Accessors أنا مو كده عندي الدنيا much more complicated دان كده أنا مثلاً عندي الـ Tree أنا عايز عمل Insert فالحالة دي لم تعمل Insert نشتستخدم الـ Syntax انت اتكتب function اسمها Insert والفنقة اسمها Insert حالية تتعمل مع الـ Data Structure وليات بأطبك وليات بأطبك هذه هي لـ The basic data types الحاجات اللي موجود عندك جوال C-Sharp عايز تعمل معاها بسرعة برضو بتبقى encapsulated لازم تبقى encapsulated في Object Oriented Programming بيقولك As much as possible As much as possible خلي كل حاجة Private الحاجة الوحيدة اللي تخليها Public اللي انت فعلاً محتاجها بره الـ Class عشان بقيت بره من تشتري غير كده اخفي كل حاجة encapsulate كل حاجة زي ما قلت لك هما الهدف بتاعهم ان يـ isolate أي errors ممكن تتبعوا ممكن تيجي من تغيير أو تعامل مع الـ variable ده فقط جوه الـ Class عشان لما يحصل error بعد كده ما قلت شكل جوه البروغرام كله وحصل فين لو حصل حاجة في الـ Radius الـ Variable اسمه Radius هو السبب بتاع الخطأ انه هدخل جوه Class Circle بس عمله debug اللي يجعب حاجة تانية لو حصل errors حصلت حاجة تانية وقتها لازم اتشاك وفي نفس الوقت بيخلي أي changes بتحصل جوه الـ Class ما تكسرش بقية البرامج اللي معتمدة على البروغرام ده فأول concept مهم قوي وفي نفس البروغرام داخل وفي نفس البروغرام بتاع OP وفي نفس البروغرام اللي يجعب بالتأكسسور والفكرة التانية بتاع الممري اللي هي بالتأكسسور هده عنده أي عطرة اللي أنا بقوله لا مجموعة مجموعة تعالوا نرجع تاني للتكس أنا حسيت إن تكسط اللي أنا بستخدمه ده إس لس إس لس كيس تشترك Microsoft OneNote فأنا فأكمل شغل تني هو أبطأ وليس أبطأ وغير ثم قوي وبأنا وما تسلم في أي حد تحت لو عندك الشيء تدريب فأنا فأكمل البروغرام البروغرام ددا ماهجة تدريب يعني هو one thing. أفعل افعل ثم هو هو يجب أن تتحدث الوضع ثم هو يجب أن تتحدث الوضع بعد الشيء الذي يجب أن تقوم بتصميم لهذا يجب أن تطبيق مهم جدا ولكن تتحدث عن بلاس المشكل لذلك يجب أن تتحدث الوضع فقط يجب أن تتحدث الوضع فقط تجد محطة تجد محطة لتجد محطة في C تجد C++ مع نور في الـ Data Structures نحن 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 لم نحن نحن هل ترسكم الـ Data Structures نعم هل تجد مالك أو New و Delete هل تجد مالك أل تجد مالك أو Free فقط فري و مالك و مالك نحن 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 لأن C++ هو مجرد مجرد عدد من المساعدة مجرد المملكة مجرد المبادرة ومجرد المساعدة تجد مجرد المساعدة وبعد كده انت لازم تعمل لها فري لو ما عملتش فري للبرامتر اللي موجود عندك ما عملتش فيه في الآخر بيحصل حاجة اسمها memory leak يعني ما كان اللي انت حجازته ده بيظال محجوز في السيستم وانت خسرته لو عملت كده كتير انت بتفقد أماكن في السيكال C-Sharp و Java الاثنين are automatically memory management بيسميها garbage collector ما بيسموا الممري اللي هي محجوزة بس مش مستخدمة بيسموها garbage ده ده الترم التحب في الكمتيوتر انجنيري جاي ويعمل حاجة اسمها garbage collector في الخلفية بيعمل D-Allocation الممري يعني ايه يدي D-Allocate الممري يعني لو انت مش محتاج الذاكرة دي تاني مش عايز تعمل بها حاجة automatic اللي هو يعملها لك free انت مش محتاج تعمل free بأديك وعشان يعمل حتى دي الممري اللوكيشن انت مش محتاج تكتب البيتس يعني لو كنت تفاكر في الـ C كنت تكتب مالوك وبتحط بين براكتس ويحجز لك اماكن تاخد 10 إنتجر مثل لا في الـ C-Sharp إذا نكتب نو بس هو يشوف هو محتاج زاكرة دي ويحجزة وهو بيعملها بيعلم كم واحد يستخدم الـ object يعني لو انا باستخدم الـ object من ثلاثة مين ومن ثلاثة من ثلاثة عدد اليوس بتاعها ثلاثة أول لما الـ uses بتاعتها تضرب إلى 0 عدد الناس اللي بتستخدم تضرب إلى 0 هو بيعمل لها free automatic أوكي هي حتى مهمة ويسسس automatically memory managed انت مش محتاج تعمل free بأيديك عكسي C++ طيب بأول حاجة بيعملها هو automatically بييالوكيت ممري هو بيشوف هو محتاج ممري قديم ويالوكيتها احنا ملناش دعوة بس هو بيالوكيت ممري و تاني حاجة to initialize how to place initial initial values inside the variables in the object أول حاجة بيعملها بيالوكيت ممري للـ object لانا خلقتها حاجة بيحط initial values قوة الـ object الـ default behavior بتاعو for numerical types default initial values are zero for non numerical types is there any example of non numerical types string string our user defined classes مثل the default user defined classes with string about an object so our classes okay what class the default the default time before none okay so essentially the initial values by default you put in the constructor a numerical type integer float long bla 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 بيخليها صغر و a numerical data type non numerical data type like string or user defined classes بيخليها نال فانت لما بتيجي هنا في الكود بتاعك شايف الكود ده لما جيت هنا عملت new circle أو circle في الـ variables أي دلوقتي أي دلوقتي أي دلوقتي أي دلوقتي الـ variables الـ circle radius radius وفي واحد تاني أنا مش عارف بس وفي واحد تاني أنا مش عارف راديس هنا هو نمريك الـ default الـ initial value 0 لو كنت عندك هنا string مثلا name أنا مش عارف why I would give a name to a to a to a circle بسرنش نرس أوريك لو كنت موجود لما تيجي تعمل new name هي بقى فيها null exactly فبا based على الـ type اللي موجود عندك global class الـ constructor تضع فيها initial values في الـ example اللي هنا فيه الـ initial values are not really that important عشان كده كنت تضع تضع قيمة في الـ radius مباشرة بس بعض الوقت انت محتاج زغير و تبقى موجود عشوائية عشوائية جوال لكن هو أهم فونكشنالتي بصراحة للـ constructor في اللي هنا فيه ده أهم فونكشن بيها بصراحة نحن قيمة في الـ و لا تبقى مملكة و تضع فيها تضع فيها لده نحن قيمة عشان كده لا تبقى مملكة مملكة إن برد اللي احنا اكتلمنا عليه دي من شواء وليه الـ Default constructor بتاعك لو انت بصيت اسمه بنفس اسم الـ Class الـ Class اسمه Circle الـ Constructor اسمه Circle برد بس بيتحط وراه Brackets انتعرف اي حاجه تحط وراه Brackets بقى function بديه الـ function بنفس اسم الـ Class الاصلي يبقى ده الـ Constructor بداه وده بنسميه Default constructor بيعمل الـ Default Behavior الـ Default Behavior ها تاندو ها يأترات فدا؟ ناتا ايره perfect بيعمل الـ Default Constructor Does the above publish right what if we need to place different initial values values inside the variables in the class okay افتردت عايز حط initial values مختلفة على الـ Default انه هو zero ونال عايز اخط حاجه تاني اه 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 اول والسينما دي بتاخد خمسين شخص اول لما الـ Variable يبقى initialize ها نعيز ايبقى فيها كاما؟ هذا الـ 0 هذا الـ 0 هذا الـ 0 على حسب الـ 0 على حسب الـ 0 من قلتلك واسوم ان السينما بتاخد خمسين شخص ما يبقى ايه؟ الـ 0 الـ 0 الـ 0 بالضبط في البداية خلص تبقى 50 عشان كل الاماكن فاضية هتبقى 50 وبعد كده كلما تضيف حد كلما تدخل حد في السينما هتعمل الـ Variable منس منس عشان تقللوه يعني the point is الـ الـ Artificial انا باددهولك ده وعندما يجب ان تبدأ الـ Variable بتاعت بشيء بشيء في الحالة دي انت لازم تكتب حاجه تانية غير الـ Default نعم انت وحد ايهم حاجم 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 okay you need to define your own custom constructors the very important point the very important point as soon as you define one custom constructor the default constructor is no longer visible I pick a deep C-Sharp but I think Java won't do that I don't know if we can change it but the C-Sharp is the first when you know the constructor one custom one 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 you can no longer use it okay but how to define constructors okay trade rules it is a function but has no return type not even void no longer use it or not no longer use it or not no longer use it or not no longer use it no longer use it no longer use it the rule of the first second rule the visibility of the instructor must be public okay I'm gonna get that one I'm gonna use the rules 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 when the rules are possible me rule is class ok ثلاثة rules function بدون return type visibility طالburgh لازن تبب Anchorra Public و اسمها ليس كون نفس اسم القوة هل هاتأخذ! parameters و لا? Do constructors إذا ممكن تحب تدخلها بارامتر لكي تعمل بي حاجة أو ممكن تدخلها حاجة تعالى نشوف دفول نعمل كونستروكتور جديدة كونستروكتور جديدة أول لما اتنادي يخلي دايما الراديس بتاع السركل خمسة لا أ يا منظhorse التعالى دراتي جهازلالو força عبردتو فلو ما تعالى بهذا الحادل تعالى نعملها ، لن تخل هنا هنا تحتاجين навاراتنا ثانياريا تحبون ر 비�ирيدي this is where I will define e-constructors أنا أعمل كلام داشت أن أبشر معك الكود ده بعد كده تفهم أنا أعملي طيب ال constructor ده أول حاجة أنا أعملو هي public e-public طيب تاني حاجة ما هو حاجة return type فأنت مش هتكتب return type أصلا يدعون من الزرенти icional يستغلق ال Pi هل قمت بروحة المثال معي الخاص ب Ri ماذا لديه وضع لديه وضع ال we can use the variable directly اذا اذا اثبت من فساولت والردئس إذا امت Yum. نصبح مجرد من أن تفصيل أي وضع من البطاة فأمت upconsole نضع لإعودة تعطيب أي من رحب السمسوتي الكثير من صنع المرحلة عديد الصعوبية على ترجم حقك جزيزي ألو تريدون أنت لماذا ليس بل أنت لماذا ليس.. لماذا ليس بل 5 okay but essentially this is this is how you write a constructor okay I will constructor in a that constructor بتاعي إلا هو بيحط خمسة بيallocate الممري بيallocate الممري طيب لو فيه variables هنا أنا مجبت سرطتها زي ال stringless money might have become null okay يعني لنتم مجبت سرطتها يأخذ the default value طيب افتر در ايضا هم الconstructor تاني بها بدان ما قل شراء سرطتها خمسة which is a very artificial way of doing things بترد بقى كنت عايزة عمل constructor وانا بكريات الدايرة بحدد له ايهو ال type او ايهو ال value اللي انا عايزة احطه في radius ويبتدي الكمبيلر يحط القيمة اللي موجودة في الحالة دي لازم احط input parameter لازم كنت عندي input parameter بيدخل للconstructor والinput parameter داي مسل القيمة اللي انا عايزة اخذنها في radius يعني ايه الكلام ده اهو public circle double اي حاجة نسميها ها ها عشان بس بعرف ان اللي اسامي دي ملاش علاقة بالدنيا بقول راديوس تساوي ها ها طبعا ده هيفتح سؤال تاني مفروض حد يسأني بالوقت يسأني ايه سؤال انا مفروض يتساويني او انا من هنا ده يديك حقل ايه او يقولك ايه استخدم ده او لا ده بزبط كده استخدم ده او لا ده مثلا الconstructor ده هل انا مدخله ايه parameter فيه parameter دخل هنا فيه parameters ما بيش parameter خالص يبقى ايه واحد منه ما تشتغل لا راديوس 5 راديوس 5 طب لو فيه عمي حاجة زي كده circle B ساوي new circle مثلا 7.5 7.6 ايه حاجة ده مين اللي هيت نرا اللي بياخد parameter بياخد parameter طب لو كتاب constructor 3 بياخد اتنين تلاتة parameters ايشتغل ايشتغل so the number and type of parameters حوال بيخدد لك اي واحد منه constructors حدنا ديها and you can find as many constructors as you want خلي بيالك sorry إيه لازمتل constructors what is the use of the constructor it is an organized way of placing initial verb values into the verbs دكتور قولي باشا معلش شاطح هذيك الحيطة دي انا مش فايمة طب احنا اللي عملنا اتنين كونستراك وانا دي عليها اللي تاني كمان مار اوكي طيب طيب so انا بقولك sometimes في ال program بتاك انت ممكن تحتاج طب حسزانك انا هقول بس الجملة كنت بقولها واركعة تاني كنت ايه جملة بقولها تمام حض شكرا محمد ولكن the constructor is an organized way of placing initial variable values into variables كنت الجملة دي يا محمد تمام حض يعني ايه جملة دي يعني constructor طريقة منظمة عشان احط initial values قوة ال variables مرفومة دي اه افترض في اللوجك بتاع ال program بتاعي في شوية variables جوال classes او في بعض ال use cases عايز احط values معينة initial values معينة جوال variables دي وفي use cases تانية عايز احط initial values مختلفة وعايز اعملها بطريقة منظمة يعني في الحالة دي هعمل اتنين constructors constructor الاولين عشان يحط ال initial values بالطريقة الاولى والconstructor التانيشن يحط ال variables بالطريقة التانية تهمني ولا لا يا محمد لغاية دلوقتي تمام كده طيب هم ايه الطريقتين اللي انا حددتهم في ال example ال example لقصادنا دي الطريقة الاولى دايما ال initial values عايز ايبقى ثابت عند كام من الكود اللي انت شايف اصادك خمسة خمسة والطريقة التانية انا عايز اتبقى متغيرة على حسب ايه ها القيمة على حسب اللي هيدخله اللي هيدخله فانا هنا عندي two methods طريقتين مختلفتين لاعطاء initial values لي ال variables بتاعتي والكل طريقة بعمل constructor مستقل اوكي وأنا في ال main program بنادي ال constructor اللي انا عايزه عشان نحط ال initial values بالطريقة المناسبة لل variable اللي بعمله creation انت لو بصيت هنا انا بcreate two variables a و b ال variable اللي اسمه ايه انا اخترت ده هنا مثال artificial بس انت في ال program متاعك تبقى according to program logic ال variable اللي اسمه ايه او ال object اللي اسمه ايه انا مختار ال initial value تعريبز بتاعه يكون خمسة على طول اول لما تcreateه يبقى بخمسة عشان كدا ناديت ال constructor الاولاني دورا طيب بي هنا لما انت لما انت ناديته انت بتخلي الطريقة بتاعت ال initialization تاحها ان انت بتحدد القيمة بتاعت ال initial value فهنا بعمل لو بcreate variable اسمه b وعايز احدد القيمة بتاعته مختلفة عن خمسة هنادي constructor التاني طيب لو انت عايز تنادي ال function بتاعك او تcreate variable اسمه a بس عايز ال range دايما انت تبقى خمسة يبقى تنادي constructor الاولاني فهمت دي محمد او يادو اوكي انت لو بصيت كمان في c sharp هو حتى دي ما بقولهش ليه مش عارف لي انا ما كنتش بقولها بس نقولها دلوقتي لو نفس ال function نفس اسم ال function بس لها parameters مختلفة وبفرق ما بينهم بال بسميها دي function overloading انت لو بصيت هنا انت لو بصيت هنا انت بصيت لما حطيت على circle فتبلك ايه وصد circle between brackets plus plus one overload بالضبط يعني plus one overload يعني فيه نسخة تانية من ال function دي overloaded تشتغل برضى انا بيقول لي عدد النسخة لو عملت واحدة تالتة يقول لي ثلاثة على نوعهلك اقول لي اثنين بقى عشان هو بياخد الأصل واثنين تانيين مثلا هنا public 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 circle مثلا اي حاجة اقول int x comma double y اي حاجة اي حاجة في الدنيا اوكي واغيت هنا امالتلو كلا واغيت تلو واغيت تلو ساوي y times x اي حاجة انا بس بايز واديك واغيت تلو كنة واغيت تلو واغيت تلو اوهل زي ما انت عايز كل واحدة تبقى ليها او تهدف الى طريقة منظمة عشان احط initial values بطريقة معينة جوه الـ variables مفهومة دي؟ مفهومة دو مفهومة دو بس خلي بالك الـ default constructor ما بيظهرش لو انا عرفت على الاقل constructor واحد جديد فاهمين دي ولا لأ؟ مفهومة صعب؟ اتنى بص انا وراها لك انا هشيلده انا هشيلده انا هشيلده اهو اهو هشيلده بعمل لها comment out اوكي؟ دهاتي فيه كم constructors موجودين؟ اثنين اثنين لو واحد بيأخذ الـ parameter هاها يعني parameter واحد واحد بيأخذ اثنين parameter صح ولا انا غلطان؟ تسبوك حلو بس قبل لما كنت معرفهم كان تي default constructor اسمه circle على طول قبل معرف اي حاجة من دول فاكر؟ اي لو كان بيعمل ايه بقى default constructor بيحط كم في الـ radius؟ 5 لا الـ default constructor ما كانتش قبل ما اعرف الـ constructor كان بيحط الـ default 0 وكان بيحط في الـ name ايه؟ نعم نعم فا لما انا شلت ده وحطيت دول انا ممكن اكون متوقع ان لو كتبت ايه تسوي new circle بدون نحط ايه برامتر هو هيني دي اللي كان موجود يحطك في الـ radius كام؟ 0 ما استمش هيحصر بص؟ طلا لا لا ايه؟ تد اره طلا اره اول لما انت تعرف constructor واحد بيدك الـ default اللي كان موجود بيتمسح لازم انت معرفها كويس اوه شايف انا قططتها هنا شايف؟ انت معرفة الـ اول مجرد لما انت تعرف constructor بيدك الـ default اللي كان موجود راح مفوما دي جمعة؟ نعم 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 هو السؤال ليه؟ وانا حيث لغاية دلاتي مش عارف ليه اعملوا بقرار ده ممكن احاول الـ research بس انا مش عارف ليه اعملوا بقرار ده ده design decision في java على ما انا فاكر ان java بقى ليه فترة مستقيمهش دي مش موجودة يعني الـ default بيبضل موجود حتى لما اتعرف constructor بيدك بس انا اتأكد لك منها في java طيب يبقى دي تصدق ده ده اللي كنت مخطط اقوله فقط بس احنا بدان خلاص يعني قلنا الكلام ده بدري احنا نكمل شوية مع بعض دكتور مكسور قولي باشا لو انا مثلا احطي constructor لوبي خدته parameters بس بس ودخلت parameter واحد بس لا احطي لعلك error لك موجود احو بص احو بص حيطي لعلك error على ده احو ده طبعا ده طبعا this constructor requires there's no r given to respond required from parameter y of circle int double محتاجتين طبعا طبعا هو لازم تماتش عدد الparameters المقود حسنا حسنا طبعا حسنا احو احو اي سؤال تاني على constructor عايز تسأله تسأله قلو لي حلو حلو طبعا ال constructor التي نفعلها بأدينا لكي تضع باكر مهم او يخليك فاكر and there are two things that the constructor does and one of them is to allocate map for the object being created which is critical بدون d you cannot use the object it is null احو انا مش عايز constructors دي مالهاش لازمة في الدنيا مش مش هستقدمها أصلا في السي شارب انا مش عايز احط initial value وحلاص which you can انت ممكن تخط خمسة بإيدك ممكن تعرفها بعد كده تخزن 7.9 لكده تحدي بإيدك طيب ليه نعمل constructor to make it organized طريقة منظمة طريقة منظمة فكرة C-Sharp او فكرة object-oriented programming اكتر من ان هي بتعمل حاجة ما كانتش موجودة في العالم قبل كده هي بتنظم عملية programming عشان يبقى شكله systematic و reusable reusable يقدر عايد استخدامه بكود تاني اوكي وطبعا الحتة المهمة بتاعت constructor اللي هو لو ما كانتش موجودة كنت هتضطر تعمل بإيدك مالك والكلام ده اللي هي بت allocate memory for the object being used بدون هدي it will not work بس خلي بالك ركز ما هي في الحتة دي لو class بتاعك variable من نوع class تاني اه لو class بتاعك variable من نوع class تاني ال constructor مش حاجز له مكان عشان ده ينطبق تحت مين عشان واقني يا ميرك يكون نال هيبقى نال بقى انت لازم بعد كده تدخل جوه class وتعمل ايه للclass اللي جوه class حوله 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 اكيد احاول بقى الديني فرصة بقى الديني فرصة بقى الديني فرصة يالا يالا هلا افترض بقى باشا انت دلوقتي بتاع الclass ده بترسمه على الشاشة فهو محتاج x y coordinates بتاع الlocation اونا انا عرف او class اسمي coordinates وعشان نريح نفسي دلوقتي اعرف public int x y طبعن لو فدي با private وليها accessors وكلام ده اونا عرفت او class اسمه coordinates وغوة circle وغوة circle في عندي variable منها coordinates اسمه my position وغوة اوكي حد عند الاصطارك فرنا عملته ده انا عملت انا عملت انا عملت اي دلوقتي اعملت class اسمه coordinates في بياخد ال x وال y وحطيت منه instance جوة circle عشان امثل coordinates الموجودة عالشاشة اوكي طب لو انا دلوقتي استخدمت default constructor او اي واحدة من constructors دول my position متبع في ايه الحقيق x وال y ال constructors ده لما بتناديه my position مميطس يبقى في ايه لما يتنادي constructed التي تأتي نحن عملت اوه في اي واحدة من دول my position مميطس يبقى في ايه بيبقى في ايه نعم نال لأنه بكتبه الـنال فانت لازم تكتب الـ Constructor بإيدك تركز بالحتة هذه لازم تكتب الـ Constructor بإيدك إذا كان أحدى الـ variables ذو الجوة الـ class الـ User-Defined class عشان الـ default سيجعلوك نال على طول لك لن تفد هنا بقى تكتبه بإيديك وتقوله هنا إيه شايف؟ أنا بأيدي تقول له مش هكتبها في كله ما كتبه في واحدة بس وانتو عارفين في كله my position تساوي ها ها ايه زيرو ما سأل نو 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 أنا زعلان قوي قوي سوري سوري تفقى هي my position فيها اي دلوقتي؟ هي فيها الحالة لازم عمل ممري ألوكيشن لازم عملها ممري ألوكيشن ايه اللي بيعمل لها ممري ألوكيشن ايه بطاعة؟ new new والconstructor بتاح اه شفت؟ ما هي اسمها coordinates فبنادي constructor بتاح بالconstructor بتاح دا انا كتبتو؟ هل انا كتبتو؟ هل هنا فيه constructor انا كتبو بيدي قوة دي؟ لا يبقى اني constructor هيشتغل هنا؟ default constructor default constructor ايه في ال x و y؟ يحط في مزيرو يحط في مزيرو ايه فيروس ايه فيروس ايه فيروس ايه فيروس إضافة أخرى ستكتب الـ Constructor بإيديك كباشر لا تمتش على الـ Default بأي شكل الـ Default بس لو أنت عندك قيم سبتة إنتجر، فلوات، لا، 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 حط زير وخلص كل صناصر User Defined Classes You Must Write Your Own Constructor وخلي بالك ده هيتحط في كله اهو إيدي ده هنا تاخده copy يبقى موجود هنا ويبقى موجود هنا كل الـ Constructor بتاعتك لو أنت ناوي لو أنت ناوي انا وحطتهاش في الأولى لو أنت ناوي تستخدم User Defined Classes Go A Classes هل أنا لأخبطتكم كده ولا أنت فاهمين ما دكتور معلش هو My Position دي ما ينفعش أكتبها بره اللي هي Public Circle التلاتة اللي هو ما الـ Constructor كنت أعملهم أولاني تاني كده باشر قولي تاني الـ Constructor التلاتة اللي احنا كنا عاملينه My Position اللي هي New Coordinates ما ينفعش أكتبها بره وعملها كونستراكت كله واحده ولا دي مربوطة بالـ 2 دولات I'm not sure I understand the question طب بص أنا حاول أشرح تاني محمد ولو أنا ما جاوبتش على سؤالك اسأله تاني وممكن أعملك Share the Screen تكتب لي عليها لو أنا تفني ممكن أعمل Annotate حضرت طيب أنا أعملك You can annotate دلوقتي جرب كده المفروض اه طيب جرب لي كده قولي بقى أنت عايز إيه بقى لو مش مفتوحة أقول لي ممكن أفتحها أنا ما نفعل مع بسلتش أوكي حلوة أقول لي بقى أنت عايزة الـ coordinates اللي حضرتك عرفتها دي تمام أيوة عشان هي مربوطة في الـ class بتاع circuit circuit circle حضرتك بقى تكون structure جوة تكون structure اللي حضرتك أصدق تقول عليه طب سي مش constructor هي الـ coordinates my position the variable جوة class circle معايب دي ولا لأ مع حضرتك زي radius وزي name زي الاتنين اللي قبليها مفهومة تمام طيب لو أنت نديت الـ constructor بتاع circle هيحصل إيه هيحط initial values في كل الـ variables اللي موجودة في الـ circle صح تمام زي اللي بدا حدا كل زي الفل تعالي بقى أنا أعمل annotate المرة دي اهو طيب فين الـ variables اللي موجود عندي دول الـ variables الموجودين عندي طيب بدام دول الـ variables اللي موجود عندي الـ constructor سيحط فيه منشي الـ values دي numeric ولا non-numeric radius نيومرic سيحط فيه كام زيرو زيرو طيب الطيب 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 جب coordinates طيب طيب numeric ولا non-numeric اللي بقى من جوهة لكن class class non-numeric non-numeric يبقى فيها كام null يبقى ده معنى ايه ده ما انت تيجي تستقدم تكريت new circle ما تيجي تكتب كرا في الكود بتاعك circle ايه تساوي new circle okay a dot my position فيها كام فيها null null امتدوش تستخدمها صح ولا انا غلطنت عشان null لو انت استخدمتها مباشرة نجوه البروغرام هيتعلقلك null pointer error صح صح محمد حمد محمد سمعني شباب سمعني دقنا انا بسمع حضرتك الصوت حصل صوت حصل طيب سمعني دلوقتي ولا انا من عندي نفت من عندي يا حضرتك لا لا الواضح عند الناس كلها طيب انتوا سمعني دلوقتي اه انا سمع حضرتك طيب حلو 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 طيب بقول تاني لو انت حاولت تستخدم my position جوها null هتشتغل لا لا عشان فيها هيتعلق error يبقى لازم تحولها من null لمكان محجوز للمكان فعلا صح 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 بري جود بري جود بري جود بري جود طيب عشان اعمل كده انا لازم اجيب my position ده وانادي الكنستركتر بتاعه صح ولا مالطان مصبوح لو طيب ازاي بنادي الكنستركتر بتاعه بقول my position سساوي new واسم الكلاس بتاعها ايه اسم الكلاس بتاعي my position new new coordinates coordinates دي اللي هتحجز لها مكان هتحولها من null لمكان فعلا معجوز location في الماموري فعرح استخدامها طيب انا امتا عايز احجز لها مكان امتا بتولي احجز احجز مكان my position انا احجز مكان my position لما انشئ دايرة جديدة صح ولا انا غلطان صح طيب فين الحاجة اللي بتتعامل مع الجزء الكود الخاص بي الانشاء الدايرة الجديدة ثانية واحدة اهي اول لما بتنشأ دايرة جديدة انت بتنادي مين ال constructor دا مفهومة دي مفهومة انا كنت عايز اصحل شرف الحتة دا حلو قوي طيب انت لما تيجي هنا ال constructor دا بيونده يبقى معناها انا بخلق الدايرة الجديدة دي مفهومة ولا فيها اعتراض لا ما فيهاش اعتراض هو ما يبوزش ما اقدرش انا ديها من برا من برا ال public circuit دا اللي كان شؤال طب هليك معي ايه باول حاجة انت عملتها اول حاجة عملتها حطيت في ال radius كام رفت ال radius الو انتو سمعيني يا شباب ولا انا صوتي بيقاطع تاني تماما طب اول حاجة حطيت في ال radius خمسة تاني حاجة حاجة رفت عليك تاني حاجة حاجزت مكان ل my position يعني هنا اللي بحجز مكان هنا my position تحاول من null الى an actual location اوكي بدون دي باشا my position اللي جوه الدايرة null طيب انا بالتالي انا 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 خلق سؤالك واقول تاني برضو اجابة ولو انا غلطان او مش مش دال انت بتسأله صلحني انت بتسأل هل تمام حاضر اوكي انت بتسألني هل ينفع او يعني مستحب ان ادخل في المين وقول my position شوه new coordinates بدال ما حطها جوه دال انت عايز تقوله او هو دي طيب هو ليه مينفعش بص هنا my position نوحة coordinates صح؟ صح وال visibility تعايتها ايه؟ private ولا Public private يعني هي مش متشافة برا circle مش متشافة اصلا يعني هي نحجز لها مكان شيء مش متشافة اوكي انا نحجز لها مكان من داخل ده اول حاجة تاني الحاجة أحجز لها مكان مجرد ما بنشئ الدايرة لكي تخص الدايرة فأول لما تعمل الدايرة، يجب أن تحجز مكان لكل الـ variables التي تتبعها صح؟ أم غلطان؟ صح أين المكان؟ هذا البيون مجرد ما بنشئ الدايرة أول لما بنشئ الدايرة، تتنادى لكي تحجز لها مكان وضع الـ values ما هو الشيء الذي يتنادى أول لما بنشئ الـ الـ constructor بتاع الـ circle أراهو عليك؟ الـ constructor بتاع الـ circle لكي أبقل في الـ constructor بتاع الـ circle واحجز مكان لـ my position لكي مجرد ما بكريت أول لما تدايرة تتنشأ، أول لما بتتعمل، بقوم حاجز مكان لـ my position هل فهم ألي؟ تمام حال طيب، أنا كده ما عنديش وقت أقول الـ topic اللي وراها which is okay، أنا مش بجري احنا بالعكس، هتجلنا فترة، أنا عارف الكورس، هتجلنا فترة هخلص المنهج وهو أول حاجات إضافية فـ there's no need to rush، احنا ماشيين كده كويس وما هي رأيكم يا جماعة، أزبوغيا نعمل قيز غير من 5 marks في المحضرة بنسبة لكم لا يوجد الكورس، لا يوجد الكورس، أصنع لنا 5 سنوحدة، أصنع لنا في الأسبوع الجاي الكوز حضرتك ايوه انا هدي كوز انا هدي كوز معرفش ما يدي كوز ولا اتفع معاكم على الكوز هيديها لكم بس لو هيدي لكم كوز هيديها لكم فيزيكا في اللعب اه في اللعب انا هنا هديها لكم اونلاين على فكرة في البروغرامي بالزاد هي ما بتفرق اشي اونلاين من انا هاطلب منكم تعملوا لي شير لسكرينز بتاعتكم عشان اشوفكم تكتبوا البروغرام مصادر بس مش عايز كاميرا ولا حاجة هاتشارولي بس الشاشة فاشوفكم انتم تكتبوا البروغرام مصادر اوكي اوكي ماشي شباب يلا شوفكم زبوع جاي ان شاء الله على خير ولو في حد عنده ايسو قبل المحاضرة اسألوني موجود معكم على الواتساب وانا في الكلية كل يوم معدى السابت بس انا بكرة الحمدلله انا عندي الناس اللي تعرفني انا عندي امراض يعني كتيرة موجودة منها الكوحة انتم شايفينها دي فانا بكرة عندي معد تطعيم كورونا فيروس موجودة بكرة والاثنين اجازة موجودة من الثلاثة لو حد عايز حاجة انا في المال اوكي الله يخليكم يا جماعة الله يخليكم بص يعني جات بخير المرة دي حطوني في الاولوية بتاعت الدولة فحاجة كويسة بس موجودة من الثلاثة ان شاء الله انا في الكلية اعد علي لو انتم تسألوا اي سؤال وكده كده انا معكم على الواتساب في اي وقت لو انتم تسألوا اي سؤال اوكي شباب؟ اهل شوكرا ماشر 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 كذب ماشر اشتركوا في القناة